نروح لتفاعل حضراتكم وكان سؤال الحلقة النهاردة بخصوص سر التسعة في رأي حضراتكم ايه هو سر التسعة فده كان سؤال ترح من خلال حساب النادي الاهلي الرسمي انبارح على صفحاته على السوشيال ميديا والكل دخل كتب تعليقاته بتحديدا فيما اتعلق كمان بالجهاز الفني واللعبين ونبتدي بمستر بيتسو موسيماني اللي بيتكلم وبيقول ان اللعبون الحاليون يريدون كتابة تاريخهم وهم متعطشون للنجاح وده كان سر من اصرار التسعة كمان خلينا نروح لمحمد الشناوي نجم حراسة مربع النادي الاهلي وقال روح الفني الله الحمراء هي سر التسعة كمان مؤمن زكريا نجمنا الكبير واللي من نتمنى له الشفاء والعودة بإذن الله قال حط هاشتاج سر التسعة بس وكتب جنبيه مؤمن زكريا كمان سعد سامير احد نجوم النادي الاهلي قال الاسرار هو سر التسعة عوامل كتير جدا في الحقيقة قدت لفوز النادي الاهلي بهذه البطولة كمان محمد هاني قال العزيمة هي سر التسعة عمر سولية قال الروح هي سر التسعة وكمان ايمن اشرف قال الروح برضو هي سر التسعة في الحقيقة كان فيه روح واضحة جدا عند اللعبين في مباريات البطولة بطول الدورة ابطال افريقيا حمدي فاتح قال الكتال والعزيمة هما سر التسعة فبالتالي دي كانت تعليقات اللعبين عايزين بقى نشوف تعليقات الجمهور ورأيهم في ايه هو سر التسعة نبتدي بقسامة فراج واللي قال ادارة وعية وكفاح لعبين ودعاء الملايين طبعا دي كل دي عوامل قدت لفوز بالبطولة محمد حمدي نصر قال السر هو القاضي ممكن وهدف محمد مجد افشة طبعا هدف مهم جدا ومحمد بكار قال الادارة سم الادارة دي كانت تعليقات الجماهير بعد كمان تعليقات اللعبين على ايه هو سر التسعة وكاد فرح على توصف وبإذن الله بإذن الله الاهم ان انت بتركز فيه اللي جاي البطولات اللي جاية الاهلي بيفكر في العشرة مش بيوقف عند بطولة لوحدها او سواء بطولة محلية او بطولة افريقية ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي دي كمان كانت حلقتنا النهاردة من الترند تستنونا في حلقات اخرى جديدة من نفس البرنامج بإذن الله الى اللقاء